ناس كتيرة جدا بتعاني من الدخة والصداع عشان كده لازم تتابع معي لاخر الفيديو هقولك على التمرين مهمة جدا هتساعدك في حال المشكلة دي اول تمرين كل اللي هتعمله انك هتثبت عينيك على هدف ثابت وليكن قلم او حتى صباعك بعد كده هتلف رقابتك يمين وشمال تاني تمرين معانا بعد ما تثبت عينيك على الهدف الثابت هتحرك رقابتك لفوق وتحت اما التمرين اللي بعد كده هتكون قاعد عادي جدا وفارد دهرك بعد كده هتحاول تاخد عينيك عليك وترجع كتفنك الاثنين اللي وراء ونسبت في الوضع ده من 3 ل 5 ثواني التمرين ده هنعمله 30 مره 3 مرات في اليوم اشتركوا في القناة اما التمرين اللي بعد كده هتكون قاعد عادي جدا بعد كده هتجيب حتة قماشة او فوطة او سيراباند وهتحطها على الفقرة اللي فيها المشكلة بعد كده هتحاول تفريد رابتك لورا والسيراباند او القماشة ماشية في نفس الاتجاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما التمرين اللي بعد كده هتبص على رجبتك العكسية وايدك التانية هتكمل عليها في الوضع ده وهنسبت في الوضع ده 30 ثانية والتمرين ده برضو هنعمله 3 مرات في اليوم وفي اخر الفيديو لو لك اي استفسار ممكن تسيبولي تحت في الكومنتات وان شاء الله نتقابل في الفيديو جديد اشتركوا في القناة